متجدد بتجدد انطلاقاتنا في هذا الصباح في هذه المنافسات الجميلة والرائعة التي اشهدها هذا الميدان عاصمة ميادين السباقات ميدان الوثبة ليسير شوطن السابع بحفظا من الله وتوفيقه ويحمل منافسات الجعدان المحليات الاصائل نتمنى توفيق دائما للجميع ومباشرة انطلق مع المنطلقين وسير مع مبهر اللي على المركز الاول لسعيد بن مبارك بن مدعي المنصوري ياتي على المركز الاول بينما المركز الثاني ينبشر بشعار سعيد بن منانا بن اغدير الاكتباء بينما المركز الثالث وصولا من النصر فاضر بن راشد بن سالم الشامسي بينما المركز الرابع هذا الوسمي هذا الوسمي لعلي بن سالم بن علي بن شراره الاكتباء بينما المركز الخامس وصل الحذر علي بن احمد بن مانا بن علي برحمه الشامسي بينما المركز السادس وصولا جميل هنا على المركز السادس من العازم لفرج بن سالم بن يحيى بن سالم المحرمي أما المركز السابع سابع المراكز هنا ري لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مرشد وثامن المراكز مع انطلاقة هذه المنافسات الجميلة على المركز الثامن وصل فيها هنا ملبي محمد العلي بن محمد وحماد الشامس بينما المركز التاسع تحرك فيه وانطلق هملول لسعيد بن محمد بن سعيد العامري وعاشر المراكز مع مشغل عوض بن خميس بن محمد الشامسي هكذا هي النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة في هذا الاندفاع وفي هذه المنافسة الجميلة لكني بعود إلى المركز الأول بعود إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوطة هنا بهذه الانطلاقة المميزة والتحديات الرائعة والجميلة هنا على أرضية الميدان على هذه المنافسة والتحديات لكني بعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة هناك إلى الوسمي اللي على المركز الأول الوسمي على الصدارة يتقدم ويتحرك هنا بهذا المستوى الجميل يقدمه لنا هنا علي بن سالب علي بن شرارة الاكتبي متصدرا للمشهد ومتقدما هنا في هذه الاندفاع بينما المركز الثاني مبهر سعيد بن مبارك بن مدعي المنصوري أما المركز الثالث وهناك الوصول من حذر علي بن أحمد بن مانع بن علي بن رحمة الشامسية أما المركز الرابع فانطلاق مميز هنا من النصر فاضل بن راشد بن سالم الشامسي بينما المركز الخامس وخامس المراكز وصل فيه وتحرك في هذا المستوى انبشر سعيد بن منانة الاكتبيات مع المركز الخامس بينما المركز السادس تحرك فيه رئي سعيد بن عبيد بن سعيد بن مراشد هنا على المركز السادس بينما المركز السابع العازم فرج بن سالم بن إحلى بن سالم بن الحرمي والمركز الثامن ثامن المراكز انطلق ملفت حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري بينما المركز التاسع انطلاق مميز من مكفي النشم بن حمد بن متعب العامري بينما المركز العاشر عاشر المراكز هنا مع انطلاقة هذا التحدي الجميل صياد محمد بن صغير بن محمد المنصوري هكذا مشاهدين الأعزاء ومستمعين لفاضل بانطلاقة هذه المستويات الرائعة والجميلة هنا على أرضية هذا الميدان هنا القوة والإرادة والطموح الذي لا ينفذ دائما مع هذه الشعارات والأسماء وأبناء الصحراء أبناء البادية دائما يقدمون ما هو جديد متعلقين بالأمال والطموحات التي ترافقهم دائما في حلهم وترحالهم نعود للمركز الأول نعود للصدارة الأولى وإلى مقدمة الشوط هنا مع المركز الأول ومع الصدارة مبهر يا مبهرهم يا مبهر هنا مع هذه الأجواء القائمة كليا على ميدان الوثبة وضواحيها ما شاء الله تبارك الرحمن أجواء جميلة رائعة رياضية مميزة دائما وإذا اجتمعت الأجواء مع الناموس يا سلام ناموس وأجواء جميلة يعني نتيجة مميزة وشعور لا يوصف لكني بتابع الأداء وبتابع الشعارات وبتابع الأسماء التي تنطلق التي تبحث التي تطبح التي ترقب بالفوز والانتصار وين يا مبهر وين سعيد بن مبارك بن مدعي المنصوري يتصدر في منطقة النصر والانتصار في منطقة النصر والانتصار يتقدم المنصوري لكن النصر الآخر بدأ واسمه النصر لفاضل بن راشد بن سالم الشامسي قادم على المركز الثاني ثالثا ثالثا ريا 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 سعيد بن عبيد بن سعيد بن مرشد أيضا يتقدم بالمركز الثالث أما المركز الرابع فهذا هو من الفت حمد بن سيف بن محمد بن عيف ووصلوا هناك مكفي 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 وصل النشمي النشمي بن حمد بن متعب العامري العامري يصل بشعاره الجميل هنا أحد ممثل ميدان الساد البواب أحد عشر معروفة يا جماعة معروفة لا تحتاجوا إلى تعريف هنا ينطلق ينطلق بن متعب والكل يهجم والكل ينطلق الله 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 بن مرشد بن مرشد بن مرشد هنا الكيلو المتر الأخير الكيلو الكبير بدأت الأسماء الكبار واختلطت الشعارات وهنا بن مرشد يقدم لنا ري السعيد بن عبيد بن سعيد بن مرشد لكن من اللي يوصل من اللي يتحرك تحرك مكفي أنت هم كفي عن الكل موفي لك في قلبي قصر وسوار ومدينة هذا هو مكفي النشمي بن حمد بن متعب العامري ينطلق 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 يا ابو حمد يا ابو حمد الجماعة واصلين من اللي وصل وصل ماهر سيب بن خليفة بن راشد المهيري بالمركز الثالث المركز الرابع بالفتاة حمد بن سيب بن محمد بن عيف والمركز الخام الصياد محمد بن صغير بن محمد المنصوري لكن لكن راح امطلق امكفي امطلق امكفي بشعار النشمي بن حمد المتعب العامري بالفعل نشمي نشمي طار بالسلام نعم امكفي امكفي نشمي بن حمد المتعب العامري سلام ابن الساد ابن الساد هناك مع هذا الانطلاق مشكور يا محمد بن مسلم هنا مع لدى الكبير والفوز والانتصار المركز الثاني وصل اري لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مرشد المركز الثالث ماهر سيب بن خليفة بن راشد المهيري المركز الرابع المركز الرابع صياد محمد بن سغير بن محمد بن صوري والمركز الخامس ملفت حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري اذا متابعين العزة ومستمعين لفاضل منافسة شيقة وابدع كبير وابناء الساد ابناء البوابة 11 يحتضنون هذا الفوز والانتصار الجميل بتوقيتا زمني مقداره 9 دقائق 14 ثانية جزءا واحدا من الثانية تهانين والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك مكفي نشمي بن حمد بن مثع بن عامري المركز الثانية 9 دقائق 14 ثانية 7 اقزام من الثانية كان ري لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مرشد المركز الثالث 9 دقائق 15 ثانية 8 اقزام من الثانية اللي على المركز الثالث هناك ماهر سيب بن خليفة بن راشد المهيري تهانين والناموس لجميع الفائزين اشتركوا في القناة